اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم أمس مع معالي السيد محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون والمغتاربين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير التعاون والتنسيق والتشاور المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وأهدافهم المشتركة كما تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر تجاه الأوضاع الاقليمية والحرب على قطاع غزة والجهود العربية والدولية الهادفة إلى وقف دائم لإطلاق النار وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية والمساعي التي تقوم بها اللجنة العربية الإسلامية المشتركة في هذا الخصوص بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك